اخوتي المغربة مرحبا بكم القضية ماليكة العامة اللي في الحبس متى السنين ديال الحبس مشات لها بلادها بحكم قضاء صدر عن محكمة النقد واعتقال فؤاد عبد الموملي والثالثة صحفي مغربي عصيل ولد الناس يقدم شهادة للتاريخ بخصوص محاكمتنا ضد بديل قدم شهادة بلغة عربية فصيحة وبأناق ورقي لقيت ترحابا كبيرا من لدون عديد من المغارب سأعود ينشر هذا الشهادة لهذا الزميل الأصيل في نهاية هذه الحلقة ولكن قبل منها ملكة العامري سأكتفي بقراءة مقال أنا الصباح كنشوف أحد المحامي صيف لهذا المقال سأكتفي بقراءة مقال داروا موقع جود ولا قوة تعليق القاضية السابقة ماليك العامري اللي بانت هاديش أشهر في فيديو لابسة البيض كنوع من الحداد على القضاء وجد رسالة لسيدنا باش يتدخل في ميل في خانز كيهم شفعة طلبها شي حد فارد مساح تم 150 هكتار صدق توقع ديها لا صحيح ما كننضوش على السب ولا القاضي في اللي كان في الفيديو كننضوش على باش واجهت رسالة باش واجهت رسالة القاضي الأول باش يدير لجنة ويتتبع الموضوع في مواجهة بوهل عامري مع شي حد قال باللي عنده الحق في الشفعة هاد القاضية السابقة كانت كتدر هاد القاضية السابقة كانت كتدر ومتأكدة باللي القاضي اللي جبداته بالإسم غد يحكم ضد عائدها البارح 30 أكتوبر 2024 حكمات محكمة النقد اللي طرأسها هاد القاضي برفض طلب عائلة القاضية العامري هاد شي كيعني باللي حكم قاضي السيناف اللي دخل اللي دخل المذهب المالكي فيه سابقة معمر ها كانت باش يقبل شفعة الطرف المشاكي تأكد هاد القاضية اللي كاش درهم تأكدة قالك استقل توقع ديها لها صحيح ده بغادي يشفع هادك وغادي ياخد مو البارود شي شخص عنده رحصة البارود ربوه ما بوحده فهد البلاد مو البارود واللي وراه إذا الأرض بغير شي واحد مو البارود وكين الشي واحد وراه أنا كان قرار لكم ما كتابة جود ده بغادي شفع هادك وغادي ياخد مو البارود واللي وراه وراه هاد الميل في ديها مية وخمسين هيكتار وطز في دولة في دولة المؤسسات والقانون ده بغادي ده بغادي ده بغادي دير جريح لرئيس محكمة النقد باش ميكملش القاضية ترفض الجريح محامي آخر تقدم بطالب لتأجيل ترفض التأجيل كيفاش قادي في غرفة في غرفة الصحافة هو دير جريحه قادي في غرفة الصحافة هو دير جريحه مبغاش يبتش في قادية ترفض فيها صحافي قادي اللي سباته في الفيديو محامي كان دير جريح الرئيس محكمة النقد باش ميكملش القاضية ترفض الجريح محامي آخر تقدم بطالب تأجيل ترفض التأجيل كيفاش قادي في غرفة الصحافة هو دير جريح الراسه مبغاش يبتش في قادية ترفض فيها صحافي كان سبق ونتاقضه في ما قال وهذه رها دخلت بسبب الفيديو اللي هجمته للحبس طبيعي ما أنا والله ما عارف شكوك يقصد في هذة القاضية ولا هذة ما كانش خاص يبقى في هذة القاضية القاضية السابقة طلبت تدخل سيدنا طلبت من سيدنا لجنة خبراء مستقين لرئاسة محكمة النقد والمجلس الأعلى ستلطة القضاء ده بعائل تهمشات لها 150 هكتار اللي كانوا باعوها وتحفظات حتى التحفيض ما بقاش في بلادنا مطهر العقاء ما بقاش مطهر العقاء إلا كانش خالل خاص المنظومة كلها تتابع قضائيا ولكنها تشفيه شي حاجة مش يحتلهيه خاص إنقاد البلاد من حيتان كبيرة قد تأكل كل شي والله ما نزيد نقول شي حاجة من بعد هذا المقال ما نزيد نقول شي حاجة اعتقال فؤاد عبد المومني حقوقي معروف طبعا أشهر من نار على علم عن نقش في فؤاد عبد المومني ثلاثة المستويات لماذا الاعتقال ثم تشهير الذي صاحب هذه العملية ثم صياق الاعتقال مهم قول ما نختم الحلقة بالصحفي الأصيل أولا بخصوص الاعتقال لا فؤاد عبد المومني ولا هذا الإنسان ولا شي واحد فوق القانون في هذا البلاد أي متضرر من فؤاد عبد المومني ضرر مادي يحق له متابعة أن يشتكي من فؤاد عبد المومني وللجهة المختصة أن تقرر ما تره مناسبا من خصوص الشكاية دول أصل لا أحد فوق القانون لا أحد فوق القانون صافي إذن فؤاد بحاله بحال الناس يتابع إذا اقتنعت الجهة المختصة بحاله بحال المغالبة فؤاد عبد المومني كيش أدنى مشكل والمغرب أبقى أنا فيل عندي الملاحظات في الواقع باش متابع لاحق علي لاعتباري أولا أنا ما معارش لحد الساعة صدقوني المغاربة كتفره ما عارش عليش متابع شفت التهم صحيح ولكن مني الواقع وش هيقول هو سمعته بخصوص تدوينه بخصوص واحد الموضوع صدقوني لم أطلع على التدوينه أنا لغنقش في فؤاد وما يهموني ولماذا الاعتقال دياله مش هي لماذا متابعته متابعته عادية السؤال الأول لماذا اعتقال دياله ونحن أولا عندنا سجون عامر بالحباسات والمشرفون على السجون يشتكون من الاكتضاء والنيابة العامة طالما وجهت مذكرات للجهات اللي كتخدم تحت إشراف دياله تدعوها إلى ترشيد لاعتقال الاحتياطي مني تسمعوا عبارة ترشيد رشده يعني حتى تكون شي السؤال المهم جدا وشفو أدعب المهم لا تتوفر فيه ضمانات الحضور للجلسة المتابعة المحكم لأن الجهة اللي قصة تعتقل الناس واحدة جهة واحدة وشي قاضي التحقيق اللي كي يعتقل وشي وكيل الملك اللي كي يعتقل وشي قاضي وشي الوكيل العام اللي كي يعتقل وشي الشرطة القضاء يما جون دار ما بوليس واحد فوق الكرة الأرضية واحد واحد عقل عليها واحد اللي كي يسلب لك حريتك كي يسلبها هو القاضي اللي تكن قاس في المنصة كي يقلس تقول باسمي جلالة بحال في المغرب بحالة باسمي جلالة وكنت تكون وراها صورة الأمريك وكنت تكون وراها الأيال قرآني كنقول هات شي باش الناس يعرفوش كونك نقصد القاضي الموضوع كنسميه قاضي موضوع أو كنسميه قضاء الرئاسة أو كنسميه قاضي الحكم ً نياب العامة كنسميه القضاء الواقف والاخر قضاء جالس واحد فوق الكورة الارضية لا يسلم لك حولتك واحد هو هدك الشي من غيره تتوحد لا النيابة عامة لا ولكن هذيك النيابة العامة وهذا القاضي حقا هذيك الشرطة القضائية حتى همك يعتقلوا عغي كله واحد الشرطة القضائية كانت شدك إلا كانت أمامه واحد إجرام جريمة قدامه واحد كيهدد لك هدك مع تسنين تبقى عادة تصل تقيد له تصل من النيابة العامة ولكن مني ما تمدت الحراسة النظرية إلا بأمر من النيابة كذلك واحد كيتسمى الإيداع تديرك قاضي التحقيق بناء على ملتمس ضروري قاضي تحقيق منك يعتقل ما يديع مبال ما يحطش يدوه على شي ميل ضروري شرط يجب أن يكون ملتمس النيابة العامة عادة كيفتح قاضي مع القضاء مليك يشوف دك شي كيديلك الإيداع يدعوك فيه النيابة العامة تعتقلوا ولكن هذو موكي قدتكم في النول مشي كي يعتقلوا لا هذو عندهم حالة الأخوة قدامه إجرام وشي خلي السيد في الشارع جاب الجنوي كي يشربط عباد الله خصو يسلبوا حريته مزيانة أرى لنيابة العامة وقاتخي خصو يسلب له حريته فوكاش تلقى واحد سيد قدامه مثلا سيد دلك سيده وقتل عباد الله هذو كل ما يتولهم الناس قد يقتلوا الصائق إلى خرج برا فحماية للصائق ومحتاج هداء الأنفس وخي يكون لا سورانس عنده وخي يكون الخطأ في الأخو يكون واحد الأتيقال عنده جانب أمني حالة أخرى تصور واحد شخص دائماً كيدير الجرائم وبشكل اعتيادي وموجريم خاطير هو الفاعل موجريم خاطير تي خرج كي جريسي تي خرج كي قتل تي خرج كي يسرق ما عطا تشي إشارة أنه إنسان مزين هذو قد يتعب حالة أتيقال كيروع لبلي هتخرج وغيروه لك اختار بقي ما ترداش تخرج ومعندكش ضمانات شنو عيدير لك ما فيش ما كيعبرش على سلوك حسن الحالة الخرى قصك تعتاقله واحد سيد انت عندك واحد تربوس وعندك قرائن بينه دار ودار ودار أفعال خيبة كتكون مش يتر أفعال خيبة إيهة الفعيل خيبة ولكن كتاريا من يجي عند القاضي من يبغينا الحاكم ومكي نتشي حاجة كالضمالينة غدى للقاوة هالضحية هالإصابات هالخسائر هال مشتبه فيه أو هال متهم ولكن ما عندوش عنوان ما كنعرفوش فيك يسكن ماشي مريض ماشي معتقل فيش بلاسة ضامين غنجيبو ماشي عندوش حاجة ممكنش إغامة ما كنعرفو لا عندو ولاد ولا عندو مرت ماشي خدام شي خدمة ما عندو تضامانة غيدر قيناها غفط طرقة ما كنعرفوش مجهول كنديلو لهذا هده كنجيبوه كنضمنو بعد ضمنناه انه ونهر المحاكمة غير كنا حالة أخرى هو أن نيابة العامة كتبحت في قضية ما والمعنى بالأمر يقدر يأثر على مجرية البحث مثلا كنا جريمة قتل كنا الشهود بغني يشهدوه أو لا شي صارقة أو لا ما كهمش نقوله شي جريمة اللي هي هده كنفاعل عد نيابة العامة والفاعل المفترض إيه نبقى حر إيه نبقى حر شك يدير غير بشي أطر على الشهود غير بشي يبدل السقطة بلاصة اللي يطرد فيها الباب غير بشي يبدلها هدو كل وطاق اللي دار غير بشي يخفيهم شي حاجة غير تروي والبحر كتسمى لي ضرورة البحث كنحتفظو بك لي ضرورة البحث مرة الأخرى أنا ما عارفش نيابة العامة على أي أساس ولكن كنقش مش كنعام إن شفت عبارة ضرورة البحث حتى ضرورة البحث فيها نيقاش وش ضرورة البحث مثلا هو عندي وحد الخمسين فيديو وضرورة البحث خسني نسمع له كين بزاف وش هده ندخله في ضرورة البحث وش خسني وحد السميات تدوينه عنده عارج عنه السميات وش هي درورة البحث أولا ضرورة البحث بسي غالي حتى تفهم ضرورة البحث ومقصود بيه وش غال مش كنعطر في الشهود فلكن فؤاد عبد الممني كينا مصرحين وكينا شهود والنيابة وكتخاف النيابة العامة فؤاد لا خرج هيعطر على الشهود غيب شي وعنده واحد جنوية غيب شي بديلها من شي بلاصة عادي وضر شي حاجة غيب يديل مجالة البحث تبا السؤال وش فؤاد عبد الممني ما عندوش ضمانات الحضور وش يقدر يهرب تبا فؤاد عبد الممني ما كانت الجلائي واللي عنده المفترض من وش لعي طول المحكمة وش يجي ولي ما يجي وإلا كان حر وش غيب على هذا السوق ولا أقل وإلا كان في حالة اعتقال كيفش غير تمشي القضية ولكن في حرية كيفش غير تمشي الاعتقال نقطة أخرى مهمة مرتبطة فؤاد عبد الممني هي دائما كانت تطلب الاعتقال ونقطة هو السياق هل يسمح السياق بالاعتقال فؤاد عبد الممني هل يسمح نديروا السؤال بطريقة أخرى بمنطقة الربحة والخسارة إلا كان الفؤاد حر برا أشعة ترباح الدولة إلا كان الفؤاد وسط الحبس أشعة ترباح الدولة حيث ما يهمون نحن هي مصلحة الدولة ومصلحة الوطن أسيدي لك الربح في اعتقال شي واحد ما كين بس حنا ضد الاعتقال حيث أنا مني كان نقشته بفؤاد لأنني كصحفي دائما ضد الاعتقال وهذا لا يعني على أنني نيابة العامة ما عندش الحق فرق هذا نقاش إحنا كنتدافع سلطة نيابة كتدير شغلها ومن حقها ومن حقها وإحنا عودتشاني كصحفيين كنديروا الآراء نبدي في إطار جنس كيتسمى جنس والتتعليق نعلق ومعمرنا ما قلنا شي مادة في الصحبة كتقولك لا تعلق على إجراءات السلطة القضاء ولا تعلق على كذا ولا تعلق على ولا تعلق على كل شي فقط بالصواب وبالآدم وبالاحترام هذا هو يد دولة طبعا أنا كان سول هنا إلا كان فؤاد في الحبس شنو عن ربحه إلا كان الآخر في الحبس شنو عن ربحه حيث أنا بعض المرات كان واحد المرات كان نقش مع واحد مع واحد سيد مع واحد وصراحة كان واحد سيد يعني وقام أكاديمية مشي متقاف وعندوه منصيف الجامعة وكل نقش شنويا قالي يا حميد الاعتقال رايقاص بمنطق الخسارة وريب عند الدولة قتلو كيفاش قلنا كالنقش واحد قالي شوف الدولة قتقولك هذا الاعتقلته دب هذا عا رأيي كيقول هو كيقولي الدولة الاعتقلته أشغل ربحه قالي الدولة دايما خاسرة في الاعتقالات أي واحد قالي الدولة رمبقية واحد يبقى في الحبس قالي ولكن كتقول هذا الاعتقلته أشعر ربحه هذا لا خلته بره أشعر ربحه فكتقول هي في الاعتقال أي خسارة لكن هي أقل من يكون بره أنا بغيت نسول في هاتس يا قلين نسأنا ضد هذه الفكرة كنقصوش الاعتقال شخص قانون وليك يحكم فاتش ولكن مني مكين بس نسلم هاد هاتسي ونقش في إبالي دكسين قتلو أولى للحرية كنخدعوها شل هات المنطق خاسر ولا رابع الحرية كيحكمها القانون والقواعد القانونية والواقع والركل المادي والركل المعناوي إلا كانش جريمة جريمة مادية ولكن جريمة شكلية كتلو هات المنطق كتلو هادا المنطق غير صحيح كتلو هادا منطق غير صحيح وخشوه لينا فعقلنا وبيه كيتبر بعض عباد الله جوج حنا تاريخي حقيا سمحولينا كينا الصحراء المغربية وحالستنا قد البلد قتمر من كادا غادي نسمحولينا دابا كينا كورونا خد كونش في التجاوزات غاسمحولينا دابا لحقاش الحكومة ضعيفة غن جاوزوا غاسمحولنا وغن حتى منطق نبرر به ما علي يبرر أنا كنقولها بمسؤولية وعلا مسؤوليتي وقلتها بشي دابا لكي رجع لحلقاتي كنظر معكم هنا هنا أنا ربما كنفهمت في شي حاجة في هاد الدنيا صافي؟ أنا كنفهم ويلو أعطيهني الشرف نقول لكم عادي را كنفهم فيها وعلى يقين أنا كنف أنا خبير خبير اشتي الدولة المغربية يقول ليه اللي يبغيتي في الجانب الاجتماعي والاقتصادي كن ظلم في الجانب القضاء يكينا بعض الظلم في الجانب الصحي كينا بعض الظلم المغرب فيه فوارق كينا الفقارة الظلم كينا في القضاء اللي يبغيتي ولكن إلا في الجانب دي الاستقرار والأمن كنظر كخبير ما معنى خبير حيث مليكتها باطل الحبس وقد حتك مع مدير استجن مع رئيس المعقل مع المدير المون الصيق وقد تشيل البوليس وقد ترف شي ودجي صافي ما كتفهم ما معنى دولة عشنا مور الحبس خرجنا كالناقشوب بشي نفس المواقف وكي الغير كتولي كتعرف مع دولة في الجانب الامني والاستقرار والنظام العام والله اللي دي لا ربسي وسمحوا لي حلف التال يا هاد البلاد زع زع حال لا كورونا ولا شي واحد كيكتب برا كيقول شي حاجة ولا فيديو ولا الخصوم ولا والو امنيا وقفة على الصحة المغرب انا كنقول لكم هدي فقط لبعض كبار رغبة شي شي واحد ما كيحملوش ولا شي واحد ما كي كورونا المغرب من ناحية الامنية صحيح الشي انا نقدر نشك في جميع الدول اللي بقع فيها الطيرابات والبلبل اللي هادي اللي هادي انا نقول لكم علاش وخليوا لي نحلف حدة بالظروف كانت حاكم مع يقولك المهداوي كيتبيضق الى كانت تبيضق انت رزف ولادي شو لحلفة يا ربي وخاكا كالقام الشاكين مع المدام فالحلفة عسم حولي يا خوتين حيش علاش حيش عارف رأسي اي كلامي المغردين والله ما والله تبسيط قاعد نقولها اقوى بعض الله شوفوا الله عز وجل والول هو سبب استقرار اهد البلاد خصوصا مع اهد المالكة نقول عليها اللي بغيتي شوف حملات شهر اللي ادارت عليه ببرها وغنقولها وغنقولها بقناعة ومسؤولية ولكن تورا هد القول كانت وخا من غازل شي واحد باش يرخف عليها يا ربي هليه يرخف عليها صافي باش نصافي دي حلفة ياك بغي تربي ليك عرف اللي يديها بغي تربي ما يرخفوش عليها يزيدوا ولكن هنقول ليه في قلبي هذا اكبر علامة ثقة لها دبت بعض الله هو المالك له من الشعبية والشرعية كتر من باه علاش كان ذكيا وكان محيطه ذكي بغي نولا كرهنا معهم بقعد قاتل ورد في شي احداد الحسن التاني بغيتي ولا كرهتي مع كل احترام ليه والدور اللي يدار ولك من لي ما شيء التسقت به احداد بقع على الاحداد وسنوات الرصاص وقلعة مقونة وشنوقع ودرب موليش شريف وتاز مامار بخلاف الملك الحالي لك كي الغضب كي السخط اوضاع مش يزوينة في المغرب انا مش كدام نقولكم زوينة ولكن الغضب بشافير الحكومة مشافير بقى هو بعيد كان ده كيف تدبيره اللي حكم في فتر ما بانش في الواجهة وهذا دكاء منه ومن موحيد لهذا اكبر ده ماند الاستقرار وهذا هو اهم حاجة كان العمود الفقري دي البلاد اللي علوش واقفها البلاد كان الناس كجب غير كان بعض الناس كيختلفوا معها كان بعض الناس عندهم اراع مش يتجمع الله عز وجل ما عليش يتجمع لكن مني في المغرب غير مين الناس عندهم المالك محمد الساس عزيز وهذا اكبر ضمانة دي الاستقرار دي المملكة المغربية حلش انا ما كالحملش حنتشدوها دا راكين جوج اليوم اعطوني شي حاجة اللي ممكن تكتبين ان البلاد خصها حيش كيلي كيروجوا بعض عباد الله ممكن هالا البلاد ركت مرموح البلاد ما فيها والو البلاد عندها مشاكل بحالها بحال دول العالم كينا بلاد اسوء منها بالاوضاع حال الاقتصادية وما عنداش هاد الحالات الحقوق والحرية فاد البلاد باش يجي واحد يطلب لك المليار كينا والو في المغرب مغرب بيخير عدنا مشاكل انا مشي اكايلة مشاكل ومشاكل كينا عدنا اشي اخران شوفوها عدنا بلاد اذا عدنا اجماع الملك الناس بزايف كتبغيه مشي كتبغيه وانقدر نقول لكم مخفط نغامر اجماع مش ما ندخلش في التفاصيل اجماع زين العلاقة النظام كيفاش دير تماسك اعطيوني شي واحد كلش ولاء مطلق من العسكر المؤسسات المدنية والعسكر اللي بغي شي ولاء مطلق المؤسسة الملكية فعهد الحسن تاني ركن تحت فوة البركة انتقادت لي وفي عهد الحسن تاني كانت الحريات كانوا الصحفيين كنا كل هاد الضمانات ومع ذلك علاش انا اريد ان افهم واش من الحقين سووا علاش شنو السبب لماذا الظروف ديش حال هادي خطر من دابا هادي ش حارة كان المجتمع وكنا لداخل اللي بالبالا وش حال ديال التنظيمة تبارا كل شي وريني شي واحد شنو كين في هات البلاد شنو كين شنو كين واش كين شي عنوان تصور مليار طلب لك وزير اللي طلبت شي صحفي مليار فعهد الحسن تاني كان ربما ايقع دك شي بحل بحل شي حاجة مصيبة توقع في المغل اللي طلبت شي صحفي مليار وطلبت شي لحبس ووزير هات تطلب شي مليار حطي ونغال فيسبوك شو واقع فيه هادي هادي يعني تم الاجهاز وانهاء كل شبكين والو في المغرب ما بقى والو اذا لماذا هاد العطش المتزيد انا تنقول في الاعتقال لماذا المتابعة في حالة صراحة للفؤاد عبد المغني هلاش هلاش شنو كولوا ليه شنو كين في المغرب كين استقرار كين ولاء مطلق ومنطق داكسيد اللي قالي الخسار ده با فؤاد عبد المغني كيكتب تدوينات انا ربما ما منتفقش معها ما منتطالع شنو كيكتب وما منتفقش معها سيدي لكن هاو كتب شحل مو احد بارتاجر وشحل مو احد تشافه ولكن منتعتقل شحل مو احد تبغي يشوف اعتقاله وشحل من تقرير وشحل من المنظامات وشحل من دير روينا وشحل دير ده ما تصور فؤاد عبد المغني انا ما كنفهمش انا ما كنشوفوش انا نقول لكم حال فؤالله ها سيدي ما كنشوفو ودك السيد مسكين وقالها ها عمري وقالها ها عارش مع فتريفو تلقيتو شي تكن القاه في مواقع تاتبن عليه وهو كتبه وما كيش بدوك يقولو هاج بحلي كيذلو دي خدامن معاه مواقع ما كارب غيش تفابلي واحد الحاجة ما تشوفها شافها واحد صافي لا تأتي لها نشوفه الأغلبية انا نسوقوا المنتجات والمكتسبات المغرب تصور كيجيو كيش يقلبوا على واحد كيشوفوش تدويلات وكيقولو شوفو هاميا كيحولوها إلى مادة تب منطق الخسر أو الربح تب فؤال لا اعتقلتي فؤاد واش ترباحوا لا خسر البلاد هانت شديتي ما شكو ما كان كيعرفو كيعرفو وصل وسط الحقوقي واحد منه خبق دي تابحوا التاني هارك عودتاني الاعتقال شنو في شنو ربحنا من وراء الاعتقال دي نقطة آخرها كنت تتابط بالسياق دي بليوم السياق شنو كي ماكرون في المغرب شنو فرنسا شكو نقولو همك يقولو هالدولة الحقوق والحريات وفرنسا رعا ولاد زوينة انا انتقدت فرنسا شحال مرة في لحظات بعض المواقع فرشعوا الفيديوه انا رأى صادق واش انتقدت فرنسا ولا ما انتقدتها شفي لحظة شكو ننتقدها واتلقوني فيديوهات كنتقدة ولكن اخوتي المغاربة واش خدت معركة مع بعض الناس في المغرب وقلتوا حالفكرة عقلتوا عليها لشهور عقلوا عقلوا معايا باش تعرفوا هده انسان ليقبتكم شو قلت لهم قلت لهم رأى احنا هنحتاجوا فرنسا استعمرتنا قلت لهم احنا غنحتاجوها في الصحرة قلت لهم متعيبوش معها بزاف قلت هالمغرب انا بغيتكم المعليقين لي كتبعني قولوا المهداوي سمعتك قلتها ولا لقيتوني كداب كتبوا لي في التعاليق قلت لي كدبتي وقلوا وعدكم غنطال على التعاليق قولوا لي باش كدبت قلت لكم فرنسا هي اللي غتعاولنا في الصحرة وفرنسا وفرنسا وما تعولوش على اسراء نعاولو على فرنسا ادمو كانوا ديكسك الناس هاجمع لان فرنسا قد قدقوها وكانت انا انتقد ماكرونش يجد حلقات ولكن كنت كنقولهم ما كنقولهم فرنسا هراء غتحتاجوها في الصحرة ودارت لي مستقلها من احنا اليوم وصحيح وانا اقول شكرا لفرنسا على موقفهم الصحرة المغربية وقل منها شكرا للديبلوماسية المغربية على هاد المجهود وعلى رأسه جلالات المالك ولي كيششغلوا معي في هاد المجال وكنقول ولي بغي يتقلق مني شغلوها هاداك يجب انه تمنا هادا المجهود المالكي موقف دي الفرنسا ماشي سهل ولي كيقوّل موقف الفرنسي ولي كيجعلو اكتر تقل ووزن هو الصياق دي الدابة تحديدا اللي كتمر به قضية الصحرة المغربية مقترح دي مستورة والتحروشات اللي الآن تقلت للسرعة القصوى دي الخصوم بجي بدولة بحل فرنسا عظمى عندها الفيط وكانت وكتعرف مزيان خابية البلاد وعندها تأثير على الوزن الصعيد الدولي وجي اليوم وتحيد لك وتقول صحرة مغربية وهي مستعمارة سابقة جزائل قرون وجزائل بالغاز دي لها وبطرواتها وعيات ما تشري وفرنسا تنتصر للمغرب موقف قصنا قصنا الرحبو به كاملين في المغرب كنقول كاملين ونكملوا السياسة مع الدولة اللي بغا يعرضها اللي بغا ينتقى الدولة مرحبا لكن هذا موقف يجب أن الله ما سهل دابا يستحق منه كل الدعم أخوتي المغرب كلنا اللي قاعد اللي عنده شي حاجة يقاعد يترفعه كل شيء يجب أن نحتفل بهذا الموقف الفرنسي واللي وراه كان وراه مجهود الملاكي بمنتهى المسؤولين ضربة قاضية لخصوم الوحدة قاضية جدا فرنسا هادي مشيش 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 مشي البينين احترام الدولة البينين واخوتها ومشيش بنها شي دولة منفكة هادي الدولة عندها حق الفيتو تعال شنو حق الفيتو حق الفيتو اسرائيل باش كتكرفس عن اللعاب الفيتو دميريكان ها فيتو دميريكان وتشرش مك تشرشي هدا الفيتو فرنسا اذا شكرا للمؤسسة الملاكية في هاد الميل شكرا لفرنسا احتى لا اقول ماكرون شكرا لفرنسا في هاد على عداد الممكن ولكن هاد شكرا هاد لا ينفي ولا يسقط والا اصدق صحبك ما تخلاه على مواقفنا في فرنسا نازال في الاقتصاد بغينا علاقة تكون متوازنة علاقة متكافئة وكذلك لا نريد استفزازا في القضايا دينا القضايا لان القضايا دينا كله احنا عدنا الصحر وعدنا فلسطين لا نريد استفزازا من اي انكان تحت اي ضرف اي ضرف اي ضرف لا نريد استفزازا من فرنسا وقضية الصحر وفلسطين عدنا بحل بحل فلا نقبل ولكن اليوم الصياق ربما اجدوا واحد نقاش اخر ولكن مراعاة عنده بقى الصياق احنا في لحظة نحتفل واليوم النقطة الابرز اللي عدنا مرة هو فرنسا جات وقالت الصحراء المغربية هذا الموضوع هلكنا هلكنا الصحراء المغربية هلكتنا هلكتنا مش هلكتنا من حيث امنيان ولا الحمد لنا تيقو في العسكر دينا تيقا مطلقة احنا كان تيقو في الجيش المغربي تيقا عمياء عمياء واحد كان تيقو في المؤسسات الاخرى الدائمة لو الشعب المغربي ولكن هلكتنا يعني كان ممكن مشيو ابعد ولكن بلان الله بيجار سامحه الله في آخر المطاف اذا الصياق دي هذا الاعتقال هذا حقوق الانسان اعلان العالمي حقوق الانسان ماكرون فرنسا التورة الفرنسية فرنسون ففي الوقت كان فرنسا وكان فرنسا وفرنسا كانت ارتبطت اسمها بالتاري بالتورة الفرنسية تورة سكم تعرفوها المغربة بان البرجوازية فكرها كان انطلق في ألمانيا برجوازية ثلاثل الدول عرفت الفكر البرجوازي الفكر البرجوازي ظهر في ألمانيا كالإقطاع قبل ولكن ترجمة دي الفكر البرجوازي كانت سياسيا في فرنسا ولكن التطور الاقتصادي دي الفكر البرجوازي كان في بريطانيا لاحظوا هاد العلاقة اللي وقعت الفكرة بنت في ألمانيا ترجمة سياسيا فرنسا وتطورت اقتصاديا في ألمانيا وهكا ومن بعد استفدت العالم يعني استفد العالم ككل فاليوم اللي كنا ماكرو أنا أستغرب تصوروا كعيت لي وحد المحامي قال لي يا حميد ما بنتيش فيه مع رشيد أيتب العربي محامي ديالي وكي طرف عليها ومن واحد من بين خيلة المحامي كان مساكل البال عنده محاكمة تصورت بعض الأستيدة والحمد لله تقريبا مسجل يناب عليه فيه 400 واحد سمعت أنا أولا ولا 300 محامي عنده دعم ملقطع الناظر للمحامي لأنه ديالك سيد خلوق وم ربي وبقى في الحال ما بغيش نقول شكون احترام أنا كتعرفوني كأحصان محامون في المغرب سواء يكون محامي ولا عوض مجلس ولا نقيب السيد كيتابعوه وكيتحركو في التليفونات على الناس في الخافاء شي واحد ولا شي ما بغيش نسميه احترام وما جيوش تعذروا هات السيد رافيه فيه فيه وعلى الأقل تابعتوه خليه ويتم التال ولقيت كلام عني هناك نعرفه وراشيد أيتم العربي والله ما حيش كده فعلية خلوق وطاقة قلت لدك السيد قلت له واجي راشيد صمصار قالي الله قلت له كي يكون لوا دا قاعد يلموقيني قالي الله قلت له عمرو دا فعله شي موس قالي الله يوشنو قل يرى قال السيد وحد العبارة قلت له كتشي شهد قل يقال هالي يادك قلت له ودك ربما يكون طارف ربما يكفر ماشا سبعتينو قلت له سير القناة تروسوه ولا راشيد أيتم العربي قلت له عشي موكي لعمرك جبتيه قلت له مبشو قلبوله علموك كيلين ما خلو في بحثو عليه بغوي جبدو ملقى أولو الموكي لنشي بغيوه المواطنين عندو علاقة بالقودات دي القناة تروسوين كي احترى بالقودات راشل من خير خلقي الله من وكت كوي وقامق والناس اللي حضروا الجلسة دياني قالوا يا حميد بني جبتيه السيد بزاة مساك هو والأخوة أخر ولا شعك بشي تعيطلو الناس يكت ما بغيش ندخل في تفاصيل أخوتي المغار ربي شهد أنا حت هنا دائما كان احترام جسم محامل أنا حت ذاك المحامل اللي شهد اللي أداني والله كوما كان أداني أدا اللهي من جبدو اللهي من ما نهضر عليه بلك مني بالغ في الأداة دياني قال لي ذاك السيد قال لي ما حضرتش وأنا كان عندي واحد قال كله دابا رشيد أي شاب العربي متابع البارح زيان متابع البارح هدا فؤاد عبد المني معتاقل شوية طوجني ما عش كيف أش كان نوري ذا طوجني كيقول لي يا أخوة حميد سيفت لي واتيقة فوق جيت وع البارح عايبيعولو داروسي بقايش كنقول أنا طالب اللي مليار والحبس طوجني غايبيعولو داروسي ملي جاية رشيد أي شاب العربي متابع المحامل يا لي متابع زيان متابع فؤاد معتاق حرفتي بقيش كنت أمال فهات الشي هذا مش حد لمتابعات صحابي مش حد دي المدوينين كله ما لنا على هدا الروينة قلت ما عرفت شنو عدنا أنا لحد الساعة بقي ما لقيش جاول باسوا عدنا استقرار عدنا أمل ما كي نعمبيه ربما تش بلاد ما كي لجريمة منظمة لحرب كينا جرائم فرضية وغالي بيالناس لي معتاقلين هالنافاقة غامسكين ما نعرف كيف داير ع السكر العلاني غالبية للاسب الحبس كي يش المجرمين في المغرب من فهم الإجراء قليل راح الحبس عامو الع самое نعمبيه لسي وشي عد خرب وشي ولغالبية كبيروا في الحبس أطفال وعلى ش هدل علاش كينا فاد ومع كley ملأسف ما زيش نطول في هذا الموضوع خليوني نختم هذه الحلقة بهذا الصحفي الأصيل وأقول لك الله ما كان عرفه هات سيد الله ما كان عرفه ومشي كافك كان اعتذر منك وبالصح شعرت بالحرج أمام قامتك الفكرية واللغوية أنا دب شعرت بالحرج طريقة في الحديث باللغة العربية رائعة وصوت جذاب رائع جدا وأخلاق وكان شكرك أخويا صرت والعبارة اللي قال قال لك أنا ما كتربطيش مهداوي الزمال إنسان مسكين كي المشاعر دي فولا دي الناس أصلا هادو كي تسمى الشي هذا 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 أنا أقول لكم مع دراوة حيطر دلت وعد الحملة عليا دلت عليا حملة لا أعرفه من كان وراء والله ما نقدر انتهى وركي الحملة تابت الجلسة اللولة ميكروفونات في مي مشيتي عندي هاد الميكروفونات عقلته جلسة الثانية اختفوا الميكروفونات جاوا شي بعض الميكروفونات مشكورين بعض الإخبار كينا الناس كانت من الصبعات وقالي شي حاجة كيكتبوا موقالات كلوش كيكتب أما النقابة الوطنية للصحابة جيت عندي في الحبس جوجد المرات ورغم ما وقع ما وقعه خرجته تسامحناه وشكره وخدته معاري وشوف أنا أقولها لكم نيمك عرفت الإنسان المتواضع أنا أؤمن بالله عز وجل لذا الله مرحبا بها عاد عندي الناس عندنا ناس محيط ديالنا لما ندخل فيه أسري وعائلي الحمد لله وحينا محامون وعادنا صاحبين وشين يكون معي غوح تقفي والله معمري كانت معنوياتي مرتفعة بحل دابا ما عرفتش علاش ربما بهذا الهول هذا الصحب ما عرفتش شين بالصح نقول لكم عشتش آلام في المتابعات السابقة وكانت يجين وخاك كان سبحان الله هادي ما عرفتش أكبر معنويات عالية جدا الله عز وجل الحمد لله نتمنو الخير نتمنو الشعات الخير ولكن إيدا 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 معنوياتي جدا عالية أنا عشت نقول لها تسيد شكرا عشتش كل شيء يفوت كي يبقى والرجاء لراجل الراجل ما هي لا بصحفي ولا بطبيب ولا بقاضي ولا بوليسي ولا وزير ولا رئيس حكومة ولا برلماني والله ما هي ما عدد والله وش راجل وش مرأة وش انت مرأة وش انتها راجل تقول للمرأة المرأة ستكون مرأة عشت ما قوش نقول لها الراجل الفوما واللي الرجل هو القيام الرجل هو الأخلاق ركينا مرأة حسن من بعض الرجال وبزيف العيالات فيهم الخير حسن من الرجال وكينا بعض الرجال حسن من العيالات ما كنقسموش هي مسألات أخلاق ولكن أنا كينا مرأة اللي مرأة بتتبغيش تطلب وكينا راجل هذا اللي غندوزكم ده أنا لا تنقول لك أخوي وكنت منى تتواصل معي إلي ما عندكش تريف ولا يقولك 06-61 ثلاثة وسبعين سبعة وثين ستا وثين 06-61 ثلاثة وسبعة وثين ستا وثين غير شكرك أخوي ما عندك ما تقدمني ولا تخرج أنا كنعرف هذا المغريب في هذا اللحظة والله لا خرجك لا تضامن والله العالم حيث اليوم كينا منطق آخر بالعالم هذي قانعتي يا رامل لي كان هذروك هذا حب ببك تبغي أمارا والله والله المغاربة كامل شو قدم المحكام ولا لا لا فكوك خدوا مني هذي بقانعة ولا لا خرجوك حيث شفنا احنا في الريف بلجيكة ومسيرات والعالم أعطيوني على الحركة دعتي قانوشاطة الريف مرأ في طريق المغرب ما كيش شي تضامن كان بحانوشاطة الريف عقلتوا المغاربة المغرب كيغلي في اسبوك كله ساخن وصابقة والداخل وبره والمنظمة الدولية وشنو ومن بعد رغم ما الظلم ورغم ما كادا دوزنا فهمنا رسالة تقتناء رامل لي كان ديلوها كانت سعبكم كانت حدة وحنا آملنا بالدولة وبقوتها را كانت ترجم غير قانعتي عندي قانعة قانعة دير هك لأساسي كان قادوها مع كادا مع المصالح البلاد بعد المرات قدر تكون شي غير موفق توجه بعض المسؤول في تصريح كتقول يجدر شي هادي لكن ما عمرين نشر شي حاجة على شي مسؤول ماشي صحيح عمرين سبو عمرين هي نوع من قدفو يقدر يقول واحد النقاش كيبين هو عادي معه حيث مسؤولين تقول لك ما تقولوش هكذا فشكرا أخويا ومتمنى تصل بي علاش والله معدى بغيت تجيل داري على قاش كلمة أطرت فيها بزاعة وانا عزيلي الرجال انت وانت صحافي شتي الشي البيطاقة وشتي المهنة وشتي الصالير لي ما يخليكش جي عم صحافي أخوك في مواجهة وزيرة وزير عسي نشرق ذيك البيطاقة الله ينعنبوذك الصالير ليش نقول الله ينعنبوذك المهنة عشان متليني مهندنا عوقف ما تجيش معايا شو شو الفرق ما تجيش معايا لانتاول ما تجيش معايا وما نسمحلكش أجي نقول على المغربة الحق عمينتك 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 وفي جلسة يكي طارة فيها وزير مش مهم وليش كتو كتجيوش حالها الوزير قال نقول على الاسي دي غاد لملي عاجر عاجر ما قدروش هدي مشي إهانة البهداوي إهانة لبصار لبلاد الدولة لأن أملكة تصور كين حرية تعبير تصويق لما للعالم مشي البهداوي راد بعتش ده بعتش حال من درس السف بتنفذ المحاكمة مدوب دروس وخلنخلص عليها الآلام ولكن لأول مرة خضيت دروس فهمت شنو واقع فهمش شنو واقع إذن صافي إذن من حق الشعب يهاجم بعض الصحافة مش يكونش من حقه عد فهمت على الشعب غضبان على الصحافة الشي البطاقة اللي ما تشدكش عند الصحافة وما تكتبوه الشي الصالة يروخي يكون فيه ربعا دل مليون قولوني شي صحافة تقاس أعطيوني على صحافة التابعة وما لقيتش فيديوهات ديالو عوح عوح تبغيش واحد تشد صحافة وما لقيتش المهداوي واحد نحسب لكم كلها المعظم المواقع تتلقى المهداوي فيديوهات ديالو عاكي نقولكم هاتشي والله اللي ديالار بسيوه معمو يحسي تبراسي عندي معنو يشبح لهادي دا عمو متاح قصة شيعات الصحافة اللي غنبوز لكم يغل هيني على الجسم الصحافي بشي دل المغرب دل العالم وصادق واللي مهم سمعوه كيف حكم المهداوي بشموخ عطي روزير العدل عطي ناش كي دل الموزير العدل كل شي دا بولك يموت منه الخلعة ما كيش شي وازير خلق الرعو في تاريخ المغرب بحال وهابي وي نجحها طبعا مشي معكلش احنا والله ما كنخافوا منه والله ما نخافوا منه نحترموه احنا وكينا انا وكينا بزاف الانصار ديالنا وكينا الناس المغاربة الحرار وكينا نقولكم مش كوش ولكن مني بالصح قدر يرعب بعض عباد الله اللي ضعاف اللي كي ما قال لي بنكيران على شي واحد واحد قال لي عجبته الدنيا اللي عجبتهم الدنيا كينا ناس عجبتهم الدنيا انا واحد لموقع ده بغنمشي لتشير والله ما غنسميك هدا موقع اه اش ما الموقع لكن ما غنقولش ليش انك يبقى كل احترام ليك حيش فيه عاتش انه فيه فيه زملاء بقى نعرفهمش ولكن مني حيش كيخدموا فيه ديكو الزملاء ما غنقولش شي حاجة فعل لو كل احترام والتقدير لمشي هاد المسؤول ديالي اللي مستهدفني عفوا دب انت دب انت مني كتتستهدفني وكتكتب عني يا بيسو في المحكامة في المحكامة ديالي انشر حاجة واحدة عشانو كتبيت تهوري هي وانا واحد القضية غنقول لبعض المغاربة عايش ما نقول لكم أخوتي اللي كتب عني انا عارفكم كتديروها بالحب ولكن من عرفك حب سوالش ما تبقى وشت صيف طوري لا هداك الموقع اللي كيقول ليا شي حاجة وقوله شكرا الله يرجزيكم بيخير في متلقى وشوها تضار عليها لكن عارفوك يبغيني أنا عنا ما كنشوفش هاد الشي أنا عندي بوصة هاد الفهم هو بقى يشووش عليك وش قا تعود اليه كيسا يفتلك نتكت أنا والله ما يأطر في اشي واحد سعي الدواس صافي سهلا عنا شو ما وصلوا معي للمليار والحب صاح عارفوني تشهير ما قرش فيها دازو عشان مليك تقصف أعزم عندك وتبرى منه وصافي هدا قوة الخطأ اللي مخصكش تغامر بيه عنا هاد سيل بايت نقول له واحد لكلمة دابع انت شوف عمرك شحال ضوبلد عمري تصور مني كتين تا في وزارة الداخلية كوالي ولا عاميل أنا رأي أنا ديك سيكن بيع المقن في ولا بدك سيكن لعب لبي سيكن في طولة الخالي وتركت حكم دابدارت ليام واللي تنوى موضوعك ما بقاش موضوعك لا الصحراء ولا الزيت ولا السكار وعلاش باش تدخل بيه الفلوس بصورتي رغم كل دي كتر ولي عندك خيالية تن تن ضافتي هاتي كي دير صورة دي دي داروري سوّلت واحد سيد قريب منه وقال لي يا حميد والله معده كي يبغي الفلوس قال لي كيدخل السنس على ظهرك علاش حيث الفيديوات ديه وقال لي وهانت قرأ قال لي من لي كيديرك انت قال لي كيدخل الفلوس قال لي شوف لي في قال لي رأي كيستعملك قال لي والله معده الفلوس قال لي ما عنده تهدف خور واخ ومشي حشو ما واجي اللي جلسة ونقل أطوار ونقل سيدي التهور ولكن عاودش نوقع الوراق وهذيك التنوبلة والسيارة مكتهمش لمغال مفيش مقويمات الخبر ده بخيال فين هي المهلة فين وصح أنا سيدي خايب انت ما تطامنش معايا اجي عا نقل أطوار واخ ما كتعجبكش محاكم مشي شي شي على الطرد وتهور ولش كتحرد من بغي وهذي أخلاق دي الصحافة أمام أعيون لمجلس الوطني الصحافة وعم تبع احنا عندنا مجلس وعند نهايئات تبع ما تحميك من تشهير هذي النقابة وهذي المجلس الوطني الصحافة ما كنعبوش نبا ووهبي أنا مضلوم أنا مضلوم مع ووهبي مضلوم أنا مضلوم مع ووهبي وغا نمشي معاه إلى أبعد حدود في إطار القانون وحتى رام التواب والله والله الذي لا رب سوى حتي نمشي معاه إلى أبعد حدود في إطار الصواب والقانون الله ما ندلش حاجة قلال القانون والأخلاق صافي وأنا مضلوم وعندي قانعة تامة سينتصر القانون شي أنا وعندكم صحابكم اللي غير ينتصر زي ما بقانون رغان تفرع بالعكس عاد غن أنا عرف شي حويش ولكن بغيت نقول المجلس تبع لعبتوا دور الواساطة بيننا وبينه بينه وبينه تي جيني بينه وبينه صحفي الأخير تبع هاد المؤسسة شنو يوظيفتها في البلاد عتوني مثلا وقعتوا التور بين صحفي وبين وزير بين صحفي وبين موديل عن الموطني بينه وبين جنرال دي دارك الملاكي بينه وبين رئيس الحكومة وش بعدناش وساطة بعدها قبل ما ممشيوا ديك ديك نحن رح نفاعلون ها جين قلسوا ما كيش بقادرش أسيدي أنا غرفه وخليني نقول عندك أصحابكم هدي كنقولوا يلعبوا الوساطة والله ما محسن شي وساط شي حد أنا كنقوله مع أخرين كيك النبه ما تكتب خابر ما تدير بالاق ما تطفي عافية ما تش شنو هاد المستوي وشنو هاد دورد النقابة شو هاد دورد المشي سوطة هاد دورد الصالحين لا أسمحوا لي بكل احترام لكم هاي حانان باكور تحاكمت مسيكينا في صمت لا نقابة بشت عن هي وكيمشي هي ويونس تحية لهم كل التضامن مع مع الزميلة هانان باكور وكنشكرها على الاتصال ديالها بي وعلى التغطية ديال ديال الموقع صوت المغرب كنشكر صوت المغرب كيما كنشكر لكم المحترامة كيما كنشكر عدد هيباب برايس كيما كنشكر شوف كين مواقع لا تنسى سمحوا لي الله ما كان عقل الحياة اليومية شنو مواقع أخرى والله ما عقل كانوا مواقع لي كانوا بزاف وسمحوا لي والله ما عدا نسيش الباقي كان شكر الله اذكرتوا في حلقة سابقا نجبدكم كل شي كيفوت راح كل شي كيفوت أنا ما كان بغلتوا واحد يكون منطن بتاعه وخارج عن الحدود لكن واش هاد البلاد عايش بلا أخلاق عسع سؤالي واش غنعيشوا كلنا بلا أخلاق واش هاد البلاد ما يقولش فيها شي واحد معارض واش هاد البلاد ما فيه شي واحد مزعيش اه سيديقع شي واحد فيها حماية ميق ما نقبلوش عليه احنا 34 و 39 مليون بعقلنا وبلادنا وباستقرار نواج هنا العواص ما قيناش قبل وتاع واحد يقول بلادنا شي يقع مرة قاع الله يودي الله يودي لا تارش نقابة ما تجي صحفة مشي كاملين المؤسسات المحقوقيين البلاد الله يودي واتجي نقول قاع أخوه وأبو شر والوليدات ديالي ما تهنا نسمحولي لنا ضربة التابعة واتت ملق أخو أرالية المواضيع خاوية وتكري على دراء الجمعة وتكيلها دا وهالفلوس داخلة يك يقول ما دا وين ديروا نديروا سيدي القطارات البلادات ما لك أخوها عندي فلوس ياك هانا غنحط لكلف الجبل واش دا ما نهبي لا بازعم أنا والد لمشاش ما كان فكر ولا كان بغيو هاد البلاد يا أخوة كي ما تيبغيو هالناس بزي أنا نقول لك هذاك مدير الموقع اللي دا بل لك غط شنو كشب بعضها تحوره لا لا حيب لا ولا رعيب عليك تركتي في الداخلية وعلى الأقل تكون عندك أخراك انت مسؤولة الأستاذ احنا كنتلقاون البوليس وكنتلقاون اللي عمر لهم الدار ناس الداخلية والناس غير مغاربة لعدنا واحد الغراب كي سحب لكم من ذوك البوليس والسجون دار موظفي السجون احنا اللي وحقة صامان بالله هما طبيعة المؤسسة والوظيفة تفرض عليهم تعرف تيهم ما بفاهمين الواقع أكتر مننا وفيهم واحد نضج كليل في تلقى شي واحد من كتقل عارتي موضفيس نتقلس معاه عارتي البوليس كنتلقاون في الطريق والجوندار مساكن قوة المساعدة قياد الداخلية فاهم غير واضيفتهم انت كتي في الداخلية يا حصرة نزل لهاد المساوى سؤال خرجت في 2020 أنا من الحبس عنيش ما هضرتش علي في 20 كنت وطني عندك و21 كنت وطني في 2022 أنا وطني المهداوي عندك ما كنتش كندي الفيديو 2023 وطني تقعدتي لي في 2024 فهاتسة شهر لأخر سؤال لا تقعدتي لي شحل من صورة درتيالية شحل وانا كنت كتلعب لبي تراك عامل وواري دارت ليا أنا أنا لعبح معاك وخطي قول لي كنتي يكفيني فخر أنا كنبقى نقول يا في كتب كي دعيني وازير تكتب علي الوالي البارح احنا كنا كنشوفو عالمقدم كنخليو الصندالة في الطريق دارت ليا مولا العامي السابق كيدخلت صورتي بيهال فلوس كنقولو ما كل شي ربح كل شي ربح نارم عمي كنخسر تشهر واش يتعيو تشهره دايما عندي علاج كنقول أجي يا حميج وش كنت وما ناش ولد بن جلون ولا كبر تفود بن سودا أنا أسرتي يا ربي تسمحوا لي ما كنسيش لأوصار لخرين أسرتي عندي أعز أسره وأفتخر أروع أسره في كبرت وكل بشي دك بالصدق وكين كننظر للجانب في العلاقات عمال مادي ما عدنا اش حنا التروى دير بن جلولة بن سودا احنا كبرنا ما عدناش ومخصناش حمد لله ما عمرنا مدينا يدينا لشي واحد كبرنا الواليد الحمد لله ولك مني ما عدناش من كذبوش ما كانش بك نجاوبك تصور كنت مديز كنت نشوف فيديو وديك ندير لك وكندوز حتى كنت تلدد المتعة هذا كل وين وبترواتك الخيالية اللي عندك دابا ترواتك كنت نديرها وكنت طلب حتى يلا موت عمل كننعس ولا غدام كننف يقول رمه الله ما نجاوبك الله ما نجاوبك عاف عندي لك طالب ونسداليك طالب يك انت كتقول وطني ومالكي ومزاكت بغير بلا أنويك حميل وانتو شوف لا تحدي يلا شاهدوا عينينا المغاربة عندي للك تصريح اللي عندك ولي عندي تصرح عطر ولي عندك شحل عندك شحل كان عندك منهر اش دخلتش وشحل دابا ولي عندك والله اللي دي لا ربسي وعهدي وشوف نقطع يدي اللي انا احكم قدم مغاربة حكموا علي باش بغير شوف اللي عندك ولي عندي عنصر حبي مش حكت ملك وشنو كان ملك شنو عندي انا نعرفو يا كتبش علي اش حكت يكن ندخل في اليوتيوب خمسين مليون عشرين مليون خلق هوا دابا انا انت من ما عرف دخلوش في التفاصيل انا كندخل ويوتيوب كأذيك اللعبة دي لازع ما تتقلي بهاد المهداوي اللي كده باش الناس ما راتحقد علي وهادير الفلوس واعتبدنا القضايا المعقولة هاجي دير اليوتيوب فيديوات ديالي اهضر اهضر على الوزير ويجيبونا الورقه وهذا استرقه ودخلوا الادسانس عبغينا اجيبونا على الفيديوات نصراك يدخلوا الفيديوات بجسمهم وبأجزادهم وكلي كيدخلهم بشرف وبعرض مرت وكلي كيدخل بعرض راجل وبعض يقول كلي كيدخلا مارا كندخلوها تالا دخلنا كندخلوها على القضايا البلاد والفاسد ونخلصوا عليها اقول وشنو عندي وشنو عندك اكشف المتركات ديالك ودير اللي بغيش فيه هذا تحدي ولا لا شوف فلان وشوف ومشي انت ومحيطنا وزوجاتنا واخوتنا وحنا تحت اشراف الدولة المخابرات ومديريات الدارة ايبو الدولة وكي شي تحدي اكتر منها ونشوفو شنو عندي وفضحونا قدام مغاربة اسي امول شاقلت يا اسي عامل انا كندخلو عندي انا نقول لك واحد الحاجة قبل ما نعرض هاد الفيديو هي هاد الحلقة هادي غتكون طويلة ولكن غدين عرض الفيديو وعطي لاجحي طولت وكين شحويش كتعنج بدهم مهمين وطائق لخليهم ولكن مع كامل الاسف غتسمحوني وخاتكل حلقة طويلة قبل ما نعطيكم هاد الصحفي سمع مهم من هاد شو 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 ميريكان وفرنسا هنقرع لكم احكام البارح صارت شوية كان شوف بعالمرة كانت سارف هاد القضاء دلعال قال لك كان واحد سيد موشح لمنصب سياسي في ولاية نيوهام بشاير ميريكان قال لك وجه انتقادات من واحد صحيفة شو اسمتها مونيتور باتريوت التي نشرت مقال اعتبره هاد رويت شهيرا ضده ووصفت المقالة رويت انه محتال تصور قتله المحتال ياك قضت المحكمة العلية واكد ان مقالة التي نوستمع والسلوك الشخصية المرشحين السياسيين تعتبر من نقاش العام المشروع الذي يحميه التعديل اول دستور ما دم لم يمتش منشر هاد المعلومات بسؤنية ما دام شو 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 واشارت المحكمين المرشحين السياسيين بحكم مناصبهم العام يجبون يتوقعوا مستوى اعلى من التدقيق والنقد بالقبل الجمهور والصحافة وان هاد النقاش يخدموا المصلحة العامة في مساءلة المرشحين في اوائل السينات نشرت صحيفة نيويورك تايمز اعلانا دفعتها منه ناشطون في مجال الحقوق المدنية كان الاعلان ينتقد معاملة الشرطة للمتظاهرين ضد التمييز العنصري في ولاية الامب وذكر على الممارسة وذكر على الممارسة القمعية دون ذيك الاسماء معينة لكن تم القيش ان السلطات معينة اسأل المتظاهرين سمعوا اخوتين بغربة مما دفع مفوت الشرطة في بولاية الاباما الى رفع دعاوة شير ضد الصحيفة وبعض الناشطين بشكل حكمت المحكامة كانت المسألة الرئيسية في هذا القضية تتعلق بحدود حرية الصحف هل يمكن للشخصية العامة كالمسؤولي الحكومي رفع دعاوة شير اذا تم نشر معلومات خاطئة عنهم وهل يمكن محاسبة الصحف حتى لو لم يكن هناك سؤنية او قصد متعمد للأدرار قادة المحكمة العلية لصالح نيويورك تايمز واصدرت قرارا تاريخيا هتشارك نكونكم في 1960ات المغربة احنا نعرف في 2024 قادة المحكمة العلية لصالح نيويورك تايمز واصدرت قرارا تاريخيا اكد على حماية اوسع لحرية الصحفة عند انتقاط الشخصيات العامة والمسؤولين الحكومين حيث وضعت المحكمة معيارا جديدا يعرف بمعيار الفعل الحقيقي والذي ينص على انه لا يمكن لمسؤول حكومي او شخصية عامة الفوز بقضية شير ضد الصحفة الا اذا اثبت ان المعلومات نشرت بسؤينية فعلية اي ان يكون الناشر قد علم بان المعلومات كاذبة او نشرها بتجاهل متهور للحقيقة سمعوا الخوتي في قضية ماري ماري يعني كتنشر بسؤينيا انت عارف مثلا واحد سيد مخلص واحد ضرائب ايه بقاس كتكتب انت عارف هالطانوبيل عنده اندو فلوس البحل دبانا في المحكامة خاص المحكامة تجيب انت عارف شريط طانوبيل انت عارف واخد كل واقع كاذبة شوش قال لك هنا خاص غير الصحافي يكون معارش ولكن دير خدمة تصل بالفلان تشوف استينات في قضية ماري مارة ضد فرنسا الفين وستا تناولة المحكامة الاوروبية حق انسان قد يتعلق بحرية التعبير وتشير كان نويل مامير هو سياسي وصحفي فرنسا قد اديني بيته بعد انتقد على المسؤول الحكومة في فرنسا ان خصوص الصرفات فيما يتعلق بكاريتة تيري نوبيل النبوية في اوكرانيا على ان يمشي لكم الحكم في النهاية حكمت المحكمة لصالح مامير معتبر ان التصريحات ورغم كونها ناقضة كان جزء من نقاش عام حول مسألة ذات اهمية السلامة النوية الصحة العام بحل دبعنا من نقش المير في ديال اسكوبار كانت مسألة مسألة الجماعية المغالوة ما تمن بها وكتسول فيها الخصوص في النهاية حكمت المحكمة صالح مامير قال لك الحكم الحكم اخر قال لك وجادة للمدعا عليه الذي لم يقدم دين على صحة الواقعة تبني هذه فرنسا واخر واحدة باش نقرأ عليكم شوف شو تقرأ سمعوا هذه المغالبة سمعوا هذه لأهميتها القصوى سمعوا يا المغالبة سمعوا سمعوا توجد عدة تقارير وشأن الحكومات قد تستخدم اساليب مختلف للتضييق على الصحفيين الذين يغطون قضايا حساسة مثل تهريب المخدرات من هذه الاساليب ما يعرف بالدعاوى القضايا الستراتيجية ضد المشاركة العامة هذا التاكتيك يستخدم بشكل واسع لتخويف الصحفيين وتقويد حريتهم خصا في أوروبا وأمريكا اللاتينية حيث تواجه الحكومات والصحفيون حيث تواجه الحكومات الصحفيين ضغوطات كبيرة من مجموعة جريمة منظمة لتدخل المصالح ومع أطراف في السلطة بالإضافة إلى ذلك يواجه الصحفيون في الدول ذات الحرية الصحفية المتوسطة أو المنخفضة هاجمات شخصية تهدف إلى تدمير ضد الصحفيين الذين يقومون بتحقيقات حول الجريمة المنظمة والفساد يتعرض صحفينا أيضا لعنف جسدي وتهديد في أمريكا ثم قدل كلمة أخيرة ونعطيكم تسمعوا لهذا الفيديو وسمحوا لي هذه الحلقة طويلة كلمة للقدس العربي جريتي المفضلة واحد وبقى لحد الساعة رغم الأدلة اللي لحقت بي البالي وما كتش بغي نقول هاتش عالنا ولكن مني تصلت بالسيد طويل المسؤولين هنا ديالهم وصيفت لهم رسالة وطلعوا عليها مع كامل أسف وما تفاعلوش داروا مادة على المحاكمة دول البارح واخدوا تدوين شافوا أول مرة في تاريخ القدس العرفة في المهنية ما عارش نوقع أنا كان أعتقد هذا غاوة حد سؤفة جابوا تدوينة دي المجهول وهذا خطأ جاسين في مجال الصحفة لك تصور رسالة دي المجهول وهذا سيد كي سبني اتهمني بما تكشلي ما شفية وجريدة بحل قدس العربي لا تستحقتش مع احترام أنا ما قلت كان ممكن دير ولكن تقصد نعلى القاناة ديالي فيت المليون كيت تبعوني مئات الألف ديال الناس ما بغيش فكنت مننا تضارك هذ الخطأ أو انتباه شي واحد هنا في المغرب شي واحد هنا ضيفه لهذا الحملة اللي دارت عليه لعبته وهذا الدور وربما جريدة فضر لأن جريدة كانت داعمة لنا خاصة أنا والجريدة القدس العربي كانت قاسمة بجوجنا كان ناضل على فلسطين أنا نسول هذ الصحفي مهنة اللي دار هذ العمل المهنة انت مهن سمعت لي يا يا كان عحدك سمعت لي المحامد يا روايت يا جمعية المغربية الحقسين كانت تم ما سمعت لي يا هلا علش علش ما نقلت يش الواقع مش نوقع علش ما سمعت لي يا هذا اخلال جاسيم بالمهنة واخر حيدني أنا كانت أحداث كانت وقفات في نفس اليوم على فلسطين لش ما نقلت ياش كانت أحداث مهمة على فلسطين في طنجاو وكان ماكرون علش بشي تيلي أنا بوحدة خصصيلي مادة وش أنا أهم من فلسطين هذ سيد لين والسؤال علش توصلت معك وما جاوبتين مع الاحترام وقم تشبت بالقدس العربي جريدة محترى موفيها طاقة محترى ولكن ربما شي واحد أراد بي يسوع وهذا ربما داخل فهد الحملة اللي أليها مع كل الأسف والتي لن تزيدنا سوى قوتها هنخليكم مع هات الشيء الصحفي العزيز وكانت من هات الصحفي شوف هذا الفيديو وبغيت غير نشرب معك شي قهوة أو لدخل عندي الطار أو لنطلقك لكي أشكرك شكرا والله يرحم الكرش اللي احطاتك هنخليكم مع هذا الفيديو ودعيكم من هناك نقول لكم إلى اللقاء حيكم الله أيها الأحباء أهلا وسهلا بالجميع إلى هذا التواصل يوم أمس 28 من 10 2024 بقصر العدالة بالرباط جرت محاكمة الزميل والأساذ الصحفي النزيه والشريف والحر حميد المهداوي في مواجهة من وزير العدل المغربي الأساذ عبداللطيف وهبي المحاكمة انطلقت عند الساعة الواحدة ظهرا واستمرت حتى العاشرة ليلا يعني بالمناسبة كانت محاكمة ماراتونية في مرحلتها الأولى تقدم دفاع المتهم بدفعات صراحة يعني أو مرافعة خلوني نقول بأنها كانت تاريخية للأمانة صراحة وهنا لا بد أن أن أنوه بالأساتذة أي تب العربي أستاذ مراد زيبوح والأستاذ حداش والأستاذ عبدالعزيز داودي صراحة يعني كانوا في المستوى هائل جدا وغاية في الروعة ذلك العمل الذي قاموا به يعني الأدلة والحجاجة الدامغة التي تبر الأستاذ حميد من المتابعة وهي كما تعلمون المتابعة من قبل وزير العدل بتقديم الدعاءات وأقاويل يعني كاذبة بغرض المس أو التشهير بالمعنى بالأمر المشتكي وزير العدل كما تعلمون يعني الحميد حضر نعم ولكن غاب وزير العدل الطرف المشتكي تصوروا معي أنت في محاكمة هناك طرف هناك مشتكي ومشتك به حضر المتهم وهو حميد وغاب المشتكي وزير العدل وفي لحظة من اللحظات الأستاذ حميد فعل وقال لرئيس الجلسة أين هو الوزير لماذا لم يحضر من يكون هكذا تحدث وبصوت عالي الرئيس الجلسة نبه حميد في البداية وقال له هذا آخر إنذار لا تتكلم حتى يعني أعطيك الكلمة كي تتكلم لأنه في وقتها كان أحد المحامين يعني دفاعه يترافع عنه فحميد استمر معه في الكلام فقال له أنت مطرود غادر القاعة فخرج حميد في القاعة من قاعة الجلسة يجب أن نشير هنا إلى أن أستاذ حميد يحاكم وهي مسألة مفصلية في هذا الملف الأستاذ حميد كما تعلمون هو صحافي يعني أربعين مليون مغربي يعرفون حميد المهداوي وهذه إشارة من أحد المحامي دفاعه قالها للقادي حميد معروف من أربعين مليون مغربي لديه بطاقة مهنية يعني فكيف يعقل أن يحاكم بقانون القانون الجنائي لأنه كما تعلمون نحن كصحافي لدينا قانون يؤثرنا اسم قانون الصحافة والنشر فأستاذ وهبي في شكايته للشرطة القضائية هو تحدث أو قدمها على أساس متابعة الأستاذ حميد بالقانون قانون الصحافة لكن نيابة العامة ارتأت أن تواجه الأستاذ حميد بالقانون الجنائي وهنا تساءل الدفاع لماذا ما القضية لماذا فوكيل ملك في دفعه قال بأن الفيديوهات التي هي قيد البحث والشكاية هي نشرت على قناة موقع حميد المهداوي على موقع يوتيوب وعلى أساس ذلك لم يتم يعني وكيل ملك قال لم يتم نشرها في موقع جريدة لكن هنا رد الأستاذ يتب العربي فرحة كان ردا قويا ومقنع جدا قال الصحافي ليس مقيد بالنشر فقط بالكتابة فقط يعني هو يمكن أن يقدم تصريحات صوتية يمكن أن يقدم تصريحات بالصوت والصورة يمكن أن يستغل وسيلة يعني يرعى من خلالها يعني هكذا سعون على الشاشة على منصات هكذا التواصل الاجتماعي على المنصات الرقمية المختلفة لا حدود لعمل الصحافي ليس بالضرورة أن يكون مقيد بالجريدة يكتب فقط فداحد هذا الادعاء من قبل النيابة العامة وركزوا معي في هذه النقطة سأعود في نهاية المطاف لأنه تم طلب عمل خبرة على الفيديوهات المنشورة لحميد لكن النيابة العامة رفضت لكن سأتي لهذا لاحقا إذن دفاع المتهم كما قلت الأساتذة كانوا في مستوى المستوى عمل هائل جدا ودعوني أقسم لكم تمنيت لو كانت هناك إمكانية قانونية لتسجيل وتوثيق تلك الجلسة يعني جلسة المحاكمة للأمانة كانت درسا حقوقيا للأمانة كانت محاضرة للأمانة كانت يعني عملا هائلا جدا سيستفيد منه الكثير صراحة من هو مهتم بالشأن الحقوق من هو مهتم بالشأن القانوني عمل هائل جدا من الأساتذة دفاع الأستاذ حميد المهداوي فقدموا لي المحاكمة كل ما من شأنه بل طالبوا بإبطال يعني بأنها متابعة غير قانونية باطلة هكذا قالوا من الأساس أولا شكاية وضعها الوزير بالأستاذ حميد منذ الأول يعني من شهر جنفي يعني يناير بالتالي تقدمت الشكاية هنا تقدمت بحكم قانون الصحف الذي ينبغي أن يتابع به الأستاذ حميد المهداوي لاعتبارات أخرى حتى بالنسبة لكل التهم التي وجهت إليه سواء ما تعلق بعدم تقديم الوزير أو دفعه لمبلغ أربعة مليار وخمسمائة مليون لخزينة الدولة في قضية مرافعته أو دفاعها عن شركة للاتصالات أو ما تعلق بمئة واربعين مليون كسيارة أو ما تعلق بالفيديو أو الأوديو المشهور الذي تسمعتموه جميعا نعتقد خلينا أن نحل الأمور بهدوء ومن تحتها أو ما تعلق بتنصيب الوزير كمحامي على أحد الأشخاص له علاقة بالملف الشهير إسكوبار بالتالي حميد يعني حتى في عمله دائما أو في الوثائق التي كانت تأتيه أو يحصل عليها وحين كان يطرح هذه الملفات التي تورط فيها بين دفعين وزير العدل كان دائما ما يحاول معها لاستبيان رأيه وليقدمه أوجهة نظره فيها سواء عبر المراسلات والكتابات وبالتالي دائما ما يطلب منه أنا حميد المهداوي مدير موقع بديل لدي ملف كذا ينذكر فيه اسمك ماذا تقول بخصوصه لكن لم يتلقى رد من الوزير وهذه كفاية كما قال الدفاع لتبيان حسنية الصحفي لأنه كما تعلمون الصحفي لديه وضع اهتبار نعم نحن في دستورنا بالتحديد الفصل 28 حرية التعبير مكفولة والمغرب وقع على إعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي فيه بأن الأشخاص أحرار وفي حرية التعبير نعم مقيدة لكن هذا إعلامي هذا الصحفي ماذا سيفعل تحصل على وثائق تدينك أو ربما ذكر فيها اسمك أنت كوزير يحتاج لموقفك أنت بخصوصها هو قام بعملك صحفي جمع المعلومات وتحقق منها وتحرى واتصل بك وأبان عن حسنيته فبالتالي كيف كيف يعقل أن نحاسبه ونقوده إلى المحاكمة في إطار جنائي هكذا استمر الدافع نيابة العامة يجب أن تعلم في مسألة غاية في الأهمية أيضا خلال هذه المحاكمة للزميل حميد النيابة العامة اصطفت مع كامل الأسف إلى جانب وزير العدل مع العلم أن النيابة العامة هي يعني يجب أن تتحدث باسم يعني المجتمع المدني تمثل المجتمع المدني وكان عليها أن تكون طرفا محايدا بل أبعد من ذلك الأستاذ بالعربي قال بأن نحن أمام خصم العدالة والنيابة العامة هي خصم لنا وكان حريا عليها إذا ما كانت ستصطف إلى جانب أو طرف دون آخر فعليها أن تكون إلى جانبي المتهم اعتبارا لكونه الحلقة الأضعف والوزير بسلطته وربما نفوذه وربما هكذا اعتبارات مختلفة نحن إجمالا في بلد لا يزال يسير بخطة ثقيلة جدا نحو الديمقراطية في بلدان أخرى سيمثل الوزير التي تحترم الشعوب تحترم شعوبها وتحترم ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان لكن نحن في المغرب في المغرب لا تستغربوا نحن في بلد اسمه المغرب نعم هناك شعارات فضفاضة ديمقراطية وكذا لكن في الواقع نلمس أشياء أخرى فنيابة العامة كما قلت استفت لجانب الوزير وكانت طرفا إلى جانب شخص حضر يمثل يدافع محامي هو بالمناسبة يدافع عن الوزير وزير الحميد في كل أطوار المرحلة الأولى من المحاكمة كان خارج القاعة بعدما رجعنا عند حوالي تقريبا يعني في فترة استراحة عند حوالي تقريبا الساعة السادسة لم تخني أو إنما أخني الذاكرة حوالي الساعة السادسة سمح لحميد وقتها أنا كنت غادرت القاعة لبعض الأغراض ثم رجعت حوالي يعني نصف ساعة ثم رجعت فوجدت حميد أمام المحكمة أمام القاضي يتكلم سمحوني أقول لكم والله حميد ليس لأنه زميل وهو بالمناسبة هو كذلك من حق يندافع عنه يحمل بطاقة مهنية ونحمل بطاقة مهنية نتقاسم نفس المهنة نشترك في نفس العمل لكن حميد متميز وسأعود لهذه النقطة لاحقا هو لديه ثقافة قانونية متمكن دعوني أقول حصل على الماجستير في القانون مؤخرا بميزة حسن جدا سبعة عشر من عشرين وهو مع توصية بمتابعة الدراسة بسلك الدكتوراه درس الإجازة أيضا قانون وبالتالي هو الرجل متمكن ثقافة قانونية غنية جدا أسعفته للأمانة أمام القاضي كان القاضي يقول له ما ردك في كذا وكذا في الاتهام سواء تعلق بأربعة مليارات ونصف أو السيارة أو من تحتها أو يعني ملف المخدرات فحميد يقول ماذا يقول الطرف الثاني أوكي أنا ترحت هذه الملفات هذه التي تورط فيها المت المشتكي وهي قيد المتابعة ماذا يقول بخصوصها هو البينة على من أنكر والإثبات لأنه يقول له أحيانا يسأل عن تقديم إثباتات أو ما يؤكد كلامه فحميد قال له وكان صراحة ذكيا ينجرب وعاش تجربة المحاكمة الظالم وقتها في 2017 ملف الدبابة المشؤوم الذي كلكم تتذكرونه فقال له ماذا يقول الطرف الآخر وكررها أكثر من مرة وقال له القاضي أن تتحاول أن تتهرب لا تريد أن ترد وتجيب قال له لا لكنني أمام محكمة يجب أن أتساءل أيضا المحامي أو القاضي قال له نحن من يسأل لكن أنا أجيب نعم أجيب بالسؤال ماذا قال الطرف الثاني على أساس ذلك سوف أرد وهبي لم يجيب على ما قاله أو الملفات والقضايا التي طرحها حميد بشأنه كلها وقال وطلب قال حميد بأن النيابة العامة عبء الإثبات يقع على عاتقها هي هذا الكلام صراحة أيضا كرره المدافعون أو دفاع المتهم وللأمانة يعني حميد وقف منافحا شرسا صامدا قويا مشاكسا نعم بالحجج تعلمون أن حميد صراحة كذا حتى في فيديوهاته ومدخلاته في بعض المناسبات نتح له الأمر بذلك فكان بعض السجال والنقاش بينه الحاد في بعض الأحيان بينه بين رئيس الجلسة والنيابة العامة طرحت أسئلة أيضا على حميد وأيضا دفاع الضحية بين الضفرين والمشتكي هو أيضا واسمحوا لي بعض الأشياء فهمت فقط على نحو غير سليم مثلا محامي متهم بالفساد محامي متهم بالفساد وهي غير مفهومة وهنا القصد هو أن وهبي كان محامي البعيوي المتهم أو متهم بالمخدرات الذي هو في طرف الملف الإسكوبار السحراء فمجموعة فمجموعة أشياء فقط لم يتم فهمت على نحو غير صحيح غير سليم وقال هنا حميد بينها إشكالية التواصل إشكالية التواصل ليس إلا لم يكن هناك بحث تمهيدي تصوروا دفاع حميد قالها في قضية فيها كان ينبغي أن يكون فيها بحث تمهيدي مجموعة أشياء صراحة سجلت مجموعة من علامة استفهام وثيرة الحاضرين أيضا مجموعة من علامات التعجب والاستغراب حتى وثيرة في الملف وفي القضية صراحة نعود مرة أخرى لأنه كان هناك فصل ثاني واستراحة ثانية تقريبا وصلت ل 15 دقيقة أو 20 دقيقة رجعنا بعدها كانت هناك مداخلات أخيرة وتيحت لدفاع السواوى المشتكي أو المتهام فمرة أخرى يعني الشكل والطريقة التي دافع بها الأستاذ إيتب العربي والأستاذ حداش والأستاذ زيبوح والأستاذ عز الدين الداودي دربوا جميعا يعني في عمق كل تلك الدفعات التي تقدم بها دفاع حميد عبداللطيف وهبي بل من ذلك متعلقة بأربعة مليارات ونصف ما قال واعتبرها إيتب العربي بأن على حميد المهداوي اليوم والآن أن يعمل يعني أن يفرح وينبسط يعمل خصي زغرة حميد اليوم لأن الدفاع جل 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 المشتكي جو ووقف معنا إلى جانبنا نحن لا أريد صراحا أن أدخل في كل التفاصيل لكن إجمالا لاحقا طلب من الأستاذ حميد أن الكلمة الأخيرة كما قال له رئيس الجسد المتهم رجع حميد مرة أخرى ووقف أمام هيئة المحكمة فماذا قال هنا مسألة مهمة جدا قال له حميد من عرف صلي قد أشهر المسألة هذه قانون يول ولكن سمح لي أولا قال لي الكلام اللي غنقول خاص يكون في الحكم اللي غايت صدر قال له بحكم أني دو وسط محاكمات ولكن دائما الكلام الأخير للمتهم هكذا فقط يكتب ولا أجل الكلامي أنا كمتهم فهذا الحكم فقال له النيابة العامة لأنه تم تقديم ملتمسات ومن بين الملتمسات أنه على مثلا ملتمس دفاع وهبي قال له نلتمس من المحكمة يعني أن تطالب من طلب ومن المتهم أن يدفع مبلغ تصور عشرة لمليون درهم مليار سنتيم لصالح حميد وهبي وأنه تلك الفيديوهات التي انشرها الملتهم عن عبداللطيف وهبي الغرض منها هي الحصول على مشاهدات على موقع يوتيوب وبالتالي تلك المداخل التي حصل عليها من تلك الفيديوهات يجب أن تحال على جمعيات خيرية إلى غير ذلك لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة ربما حميد في فيديوهاته سوف يحيلكم على ذلك ومن بين ملتمسات ملتمسات دفاع حميد إجراء خبرة على الفيديوهات التي هي قيد المتابعة من قبل وزير العدل هل نشرت بقناته بموقعه بقناته على اليوتيوب التابعة لموقع بديل فالنيابة العامة رفضت هذا الطلب هنا حميد لما تقدم لإلقاء كلمته الأخيرة قال للسيد رئيس الجلسة النيابة العامة رفضت إجراء الخبرة قال له حميد لماذا لم تقدم يعني مبررات للرفض فقال له حميد لرئيس الجلسة سيدي أنا مستهدف سيتأكد لك بأن أنا مستهدف النيابة العامة ترفض إجراء الخبرة معنى ذلك أنا مستهدف كنت ذكر واحد الكلمة قال هل قال لا ما كان شي واحد في المغرب صحافيين كلا عسا أكتر مني تصوروا ما كانشي واحد كلا عسا كتر مني قالوا أنا مستهدف قالوا أنا دوس لسنين لحبز قالوا الله ما عندي مشكل إذا اكتب باش نمشي نعود ندوس تجرب سيجن ما عندي مشكل ولكن فقط لماذا الاستهدف لماذا الاستهدف المحاكمة بقانون الجنائع وقانون الصحافة المحاكمة الأولى لحميد حميد صحافي نعم في 2017 يعني تم سجنه بتهمة محاولة ادخال دبابة او ادخال دبابة للمغرب دون تقديم يعني يعني نسي ذلك الفصل الذي توبع بها وتلك التهمة التي توبع بها عدم تبليغ عن جريمة عدم تبليغ عن جريمة بان هناك شخص تصل به وسوف يحاول ادخال دبابة يعني الى المغرب وحميد يعني الى اليوم لم تكن هناك ما يبرر بان شخص ما تصل به وقيل قال بان القاضي حينها قال له بان سنتيك بالشخص الذي تصل بك وإلى الان حميد لم يرى هذا الشخص ولم يعد الاعتبار له نحن نعلم ذلك المناف بانه فارغ نحن نعلم بان تلك المحاكم كانت سياسية اليوم حميد نفس الشيء يتابع بعد ما غادر السجن في 2020 اعتقد بعد 4 سنوات هو اليوم امام المحكمة مجددا لماذا استهداف هل هو استهداف بالفعل فلماذا استهداف هذا الصحافي حميد كما تعلمون يمارس العمل الصحافي وانا قلتها له وقتها في جلسة التاسع من سبتمبر يعني موعد المحاكمة لم تكن جلسة لأنه كان هناك تأجيل امام المحكمة تقريبا عامل مداخلة للزملاء الصحافيين فقلت له يا حميد الكاتب البريطاني جورج أورييل ماذا قال قال بأن الصحافة هي أن تنشر أو تبث ما لا تريد جهة معينة أن ينشر أو يبث عدا ذلك علاقات عامة ليس إلا هنا الحميد أو حميد المهداوي يمارس العمل الصحافي في المغرب في مستوه الأول والرفيع الثاني والثالث إخبار ليس إلا معظم الزملاء معظم الزملاء ما يقومون به هو نشر أنشطة ومتابعة أنشطة حكومية تابعة للدولة والسلطة هكذا هذا ليس إعلام سمحوني هذه ليست صحافة سمحوني سمحوني العمل الصحافي هو أن تعمل بتجرد وبدون يعني بدون خوف تنشر نعم تجمع معطيات تنشرها كيفما كانت هذا هو العمل الصحافي تعمل تحقيقات روبرتاجات تقارير هذا هو العمل الصحافي تتابع السياسات نعم تنتقدها نعم لكن هذا العمل غير مرغوب في المغرب جهة أو جهات معينة لا تريد أن تقف عند عثراتها لا تريد أن تتابعها وتذكر وتشير إلى نقائصها على هذا الأساس حميد يستهدف على هذا الأساس هناك رغبري أن يتم تكميم فم هذا الرجل كيف بمثل هكذا متابعات كيف وأنتم تبعتهم من الضيقات والضغطات التي تعرض لها منذ أن غادر السجن تشهير تعرض له وأسرته مجموعة تشهى لأن الملفات التي يتحدث عنها حميد ثقيلة نوعا ما رغم ذلك يعني هو حاول ويحاول بموت من قوة أن يختار الكلمات بعناية بتوظيفها وبعض الملفات لا يخوض فيها حتى لكن ومع ذلك نعم أنت تمارس العمل أو الصحافة في مستوها الرفيع بالتالي لا نريد هذا صير أنت كالقناة الأولى والثانية يعني الشركات مثل هذه وميديان وهذه الإذاعات الخاصة والمواقع المنتشرة لكن لا تقدم عمل صحفي سامحوني لا تقدم عمل إعلامي صحيح متزم متواصل تخلق من خلاله نقاشا عموميا تنتقد سياسات توجه طلب من حميد في فترة من الفترات أن يأتي بإثباتات فالدفاع المتهم قال حميد صحفي ليس نياب عامة ليست لديه الآليات والوسائل وليس من عمله حتى أن يأتي بإثباتات أثبت حسنيته توصل بوثائق عرضها تصل بالوزير لم يرد حاول لم يرد انتهى عملي أنا كصحفي تحريت مع لي عملته تصوروا معي مسألة أخرى قبل أن نتحدث عن الصحفيين نحن أو اللهيئات الصحفية بخاصة نقبل وطنية للصحافة المغربية والمجلس الوطني للصحافة حميد عن من يتحدث هو مو من تصور شخص قضى ثلاثة أعوام ظلما في السجن كان على حميد لو غادر حين غادر السجن أن يذهب مثلا إلى دولة أخرى وهنا والله العظيم تصوره استاذ مراد زيب وحمد قال للقاضي قال له سنكونوا صراحة سير القاضي رأو الله العظيم قال له أتى من وجدة تصوره لأن هنا وحي المحامين وهم قوة صراحة واتحاد في المغرب قال له حميد راملي كان سمعه الله لكن كانت نفسه شوفوا الفيديوهات ديال ورأنا كانت نفسه سير القاضي فهذا اللي يبقى عندنا في المغرب كيفاش ورأ هذا هو الوحيد اللي يبقى عندنا في المغرب الصحفيين ورأنا كانت نفسه منه تصوره رأى الأخبار اللي كان سمعه رأكين غارة فعلا وقامة ودشنة ودهب وأسبغة رأنا ما كان إيش صحفة أنا كان قولها وأنا صحفي رأنا ما كان إيش صحفة سمحوني ننشر أخبار نقدم لكم أخبار ليس إلا لكن العمل الصحفي على حقيقته لا نمارسه يستطيعنا هذا الرجل حميد لذلك يدفعه التمن فحتى لا أطيل يعني قال له كان بالإمكان قال له هذا حميد من لي خرج من السجن كان بالإمكان أنه يغادر حتى هو ويمشي لدولة أوروبية وأمريكا وينتقد من ثم ومعه أسرته وغير حصل على اللجوء غير حصل عليه ولكنه آمن بأن يشتغل من داخل الوطن آمن بالمؤسسات آمن بالديمقراطية آمن بأن المغرب سيكون أفضل آمن بأن المستقبل سيكون على خير لكن للأسف وحميد على من عمن يدافع صحيح المؤاذرة آآ قول شعبية الناس كانوا قلة بالمحاكمة صراحة أنا اللي شوف تقريبا شح هذا تقول لكم 30 واحد ولا 20 ولا 25 اللي جاء من أغير المحامين هي أتفاع صراحة رمى الشغير هذو اللي تقرت لي كينين ربزاف كينين اللي قدموا رفعة ديالو شف كتابية ربزاف صراحة والناس اللي جاء سؤال الجمهور يعني الناس المتتبعين الناس العائلة ديالو وبالمناسبة كانت زوجته حاضرة كيف هي والله العادي كنت نشوف فيها والله إلا كنت كان كنت نحس بشعور غريب بشعور الزوجة بشعور 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 إحساس الأم اللي عندها جوج وليدات طفل وطفلة 9 سنين و13 سنة كيفاش يترزوف بابهم من جديد عاشوا ديك المرحلة الصعبة هذه الزوجة تعيش الآلام مرة أخرى تعيش للحزن والفراق والعذابات مرة أخرى إلى هذه الدرجة ما نفكروش إلى هذه الدرجة معشق وعذب الناس والحرمان ومثل هاي الأشياء فالناس لحميد كيف يدفع والمثال هذه كيف يقولها أجي أعذر ماشي يرحو ذو الرمزي منك أنت دلال على أنه هذا الشخص نعم هو حقاني هذا الشخص ليس مجرما حميد ليس مجرم صحافي حميد يتمح لأن يكون المغرب أفضل بذلك يساهمه من موقعه كصحافي رأى الصحافي كما قال هذك الخبر مقدس والتعليق حر قال لك ذا الكلب الكلب عضني هذا رأى ماشي خبر ماشي عمل صحافي لاجيت وقلت لك عضني الكلب ولكن لا أنا مشيت وعضيك الكلب رأى هذه مسألة غير طبيعية خاصة نقول لك هذا الخبر والحيتيات وكذا وشنو السبب وكذا رأى هذا هو العمل الصحافي الشيعة طبيعية ما عندك مدير بها عادية جدا بسبب لي ولكن لما شيء عادي خاصة نقول لك الصين وقف عنده أنا كصحافي اختلاسات أموال عام حميد كي وقف عند هذ شي فساد في الدولة كي وقف على هذ شي والفاسد ما يبغوش هذ شي هذك علش كي يقول العصا مسألة مهمة جدا وعلى أساسها كنت صراحة ضغيت نحضر هذا الفيديو هذا والسبب هذا الفيديو هذا حميد صحافي كما قلت عنده بطاقة مهنية حصل عليها من المجلس الوطني الصحافة وعندنا نقابة الدافع علينا نزعم كصحافيين بين نقابة نقابة المغربية الوطنية للصحافة المغربية لكن لم أسجل حضور نقابة ولا المجلس الوطني للصحافة لا داخل ولا خارج الجلسة في الفترة في 14 من شهر هذا يعني الذين وجدتهم هم حقوقيون وفي اليوم التاسع أيضا تاسع في الموعد المحاكمة الأولى يعني التي تأجلت لاحقا يوم 9 سبتمبر 2024 حقوقيون هم الذين نظموا وقفة احتجاجية ضد المحاكمة التي اعتبروها كيدية سياسية لكن لم يحضر الجسم الصحافي الذي ينتمي إلهي حميد وهو جسد ونفتقد للروح كما قلت أكثر من مرة أين النقابة أين النقابة أين المجلس الوطني الصحافة هل حميد المهداوي صحافي أم أنه تاجر مخدرات أم أنه طبيب أم مهندس أم لا أدري حداد أو إسكافي حميد صحافي صراحة نحن الصحافيين كهذا الجسم الذي افتقد لمقاومات الجسد هو صحة جسم معتل سقين لم يعد يتكافل فيما بينه تصور وضعت أوديو للتعبير عن رأي بخصوص ما جرى في مجموعة إعلامية فيها صحافين بس فقط فتم حذف الفيديو الأوديو عفوا بخصوص هذه المحاكمة هذه الظالمة للأستاذ حميد وحميد قال يوم الرابع عشر من الشهر الجاري قال بأن هناك جهات اتصلت برؤساء تحرير الجرائد أن لا تذهبوا إلى المحكمة لتقطية المحاكمة محاكمة حميد المهداوي يعني هل ها كيف كيف يعقل أنت كصحافي لم تدافع عن زميلك زميلك فكيف يعقل أن تدافع عن الشعب وعن الوطن وتثير قضايا وهمهم المواطنين كيف أنت سلطة يستسمى بأنها سلطة رابعة ما عدت سلطة كيف أن تنتمي إلى مهنة تكن بصاحبة الجلالة للأسف الشديد وحميد صراحة حتى من بعد الزملاء السحافيين ليس غير مرغوب فيه لا أدري لماذا هل حقدا هل ضغينة هم حسدا لا أدري لماذا نعم هو زمير متفوق للأمان وقلت لكم بأنه مستوىه الرفيع في ممارسة العمل من المستوى الأول يعتمد على وهو حر كما قلت لكم لماذا هو حر لا إشهار له يشتغل بمداخل اليوتيوب هكذا ويشغل معه أشخاص آخرين ويقاتل فعلى كفاية هذا الشخص ما حدث له في السابق في 2017 التجربة السجنية وما عناه كفاية كفاية فنحن الصعافين من فرق بيننا من زرع الفرقة والحقد فيما بيننا والتغينة لماذا لم نتحد لماذا لم تحضر النقابة وتعمل يعني تنظم هناك وقفة احتجاجية ويكون كل عنوين تلون بلون حميد المهداوي لا تم التكتم كان شيئا لم يحدث وقال يذهب إلى السجن ولا أتمنى له ذلك وكان شيئا لم يحدث للأسف الشديد من النقابة لم تدافع حتى زمين لكم فكيف بنا نحن المجتمع بالتالي أخشى أن يكون توقعي من خلال هذه المحاكمة واللافت أيضا هو أنه في شهر السبع الماضي يعني يوليوز تم الإفراج عن زملاء صحافيين توفيق بعشرين عمر الراضي سليمان ريسوني عفو ملكي عن هؤلاء وهم أيضا زملاء يمارسون العمل الصحافي من الدرجة الأولى من المستوى الرفيع لذلك سجنوا لكن أدركت الدولة والسلطات بأن هنا هذا خطأ وكي تجاوزت عنه بالعفو خلاص فبعد شهرين أو ثلاثة نعود لنرتكب عن نفس الخطأ وصورة البلد وقالها والله قالها لأنه كان صراحة مستوى رفيع يوم أمس بالجلسة مستوى رفيع جدا في المرافعة مستوى البلد بين أمام فكي عفريت هناك تربسات وكذا من يريد بالمغرب سوءا في محاكمات هكذا مجانية باطلة إن كان لنا أعداء في البلد نمنح لهم هاي الفرص ويخرج مجددا الاتحار الأوروبي والخارجي الأمريكية وينتقدون أنه لأنه حميد معروف ليس فقط على المغرب عالميا فلا أدري يعني لماذا استهداف رجل لماذا اللي غلبي يعف هو قالها قالها حيتش أنا جيتوني يجيت لهنا ونتحكم هكا حيتش أنا حيت قسير ومسألة أشار لها حميد قال بأنه صحافي زميل التي جيني في نفس قريبا القضية أو الشكاية من وهبي من نفس الشخص المشتكي واتمت متابعته بالقانون قانون الصحافة فلماذا حميد المهداوي بقانون قانون الجنائي للأسف الشديد والله للأسف الشديد فبعد تلك المحاكمة الماراتونية عشر ساعات كما قلت لكم أعتقد أنا صراحة بحكمة أبعات والأدلة التي قدمها الدفاع دفاع المتهم بأنه حميد سيحصل على براءات من ذلك والله أتمنى وأن لا يكون ظني خائب أتمنى تتوقع مني أن يكون صحيحا وسليما بتجربتي المتواضعة جدا لكن ما تابعته أتمنى أن يحصل ذلك والحكم سيصدر في الحادي عشر من الشهر القادم حدوش 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 فين وربعة وعشرين فكل تضامن زميلي حميد وجدد حبي لك لا أعرف لماذا لكن نعم أنت زمي لكن في شيء أكثر من الزمالة في حسيس ومشاعر تجاهك أكثر من الزمالة فكل التضامن والحرية لك إن شاء الله ولعائلتك السلام إن شاء الله وكفانا المغرب يعيش تحديات والبلد يعيش تحديات كبيرة جدا وأوراش ورهانات فكيف البناء ننشاغل بمحاكمات لزملاء الصحافين لا يريدنا إلا خيرا بالبلد شكرا لكم للمتابعة حبائي وإلى لقاء وتواصل جديد بحول الله